موسيقى سفراء الاتحاد الأوروبي يشددون على أهمية تجديد وتوسيع الهدنة الأممية في اليمن ميليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية ومواقع قوات الجيش شمال وغرب مدينة عز موسيقى الحكومة تعترض على خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وتطالب بإعادة النظر فيها موسيقى برنامج الغذاء يستأنف عملية توزيع المساعدات للنزحين في مارب بعد أشهر من تأخيرها موسيقى الخامسة من السيديو هاتف القصة أهلا بكم في نشوة الأخبار معكم أمل علي وسالم بحمران شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية تجديد وتوسيع الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن جاء ذلك في تغريدة للبعثة الأوروبية عقب مباحثات أجراها سفراء أوروبا لدى اليمن مع وزير الخارجية في العاصمة المؤقتة عدد كما التقوا أيضا وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وأكدوا دعم دول الاتحاد لجهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية من جهته جدد من مبارك التأكيد على أن تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث ياتي على رأس أولويات مجلس القيادة والحكومة وشدد على أهمية دعم مجلس القيادة سياسيا واقتصاديا خاصة في ظل التحديات الناجمة عن الهاجمات الحوثية على المنشآت الاقتصادية في استيق ذاته قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك إن الوزارة ستستأنف قريبا نشاطها الدبلوماسي بكامل طاقتها الحالية من العاصمة المؤقتة عدد جاء ذلك خلال زيارة قام بها ومعه عدد من السفراء الأوروبيزين إلى المبنى الجديد لديوان عام الوزارة في عدد وأكد بن مبارك أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبلوماسي وتشجيع البعثات الدبلوماسية على استئناف مهامها من العاصمة المؤقتة من جانبها ما عبر السفراء عن دعمهم لهذه الخطوة وتعاونهم الكامل مع وزارة الخارجية وفقا لما جاء في وكالة سباء الحكومية قال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق بروس ريدل أن مليشيا الحوثي غير معنية بنجاح جهود إحياء الهدنة في اليمن وأوضح في تصريحات نشرها معهد بروكينيغز للأبحاث في واشنطن أن الحوثيين غير معنيين بإنجاح جهود إحياء الهدنة وقادة الجماعة ليسوا في عجلة لإرسائها من جديد وحذر من أن تعنت الجماعة ينذر بتأجيج الحرب من جديد مشيرا إلى إمكانية أن يتحول الحوثيون إلى نسخة أخرى من حزب الله للإرهاب حد قوله ونفت المسؤول الأمريكي السابق إلى سجل الحوثيين الأسود في انتهاك القرارات الدولية وإفشال الجهود الرامية لإرساء السلام والاستقرار وعدم التزامهم بالقرارات الدولية ذات الصلاة في غضون ذلك قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة العليا في لندن تنظر اليوم في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في حربية وأوضحت أن منظمة الحملة ضد تجارة السلاح رفعت الدعوة متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم وأضافت أنه من المتوقع أن تستغرق المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع ورفعت المنظمة الدعوة بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية وقبيل جلسة الاستماع اتهمت المنظمة الحكومة البريطانية بأنها تتهم بالربح أو تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدني اعترضت الحكومة على خطة الاستجابة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في اليمن للعام الحالي وطالبت بإعادة النظر فيها بشكل كامل ووفق مصادر حكومية فإن الاعتراض الذي قدمه فريق المنظمات الدولية بمكتب رئاسة الجمهورية بيّن أن الخطة الأممية استندت على أرقام غير دقيقة لأعداد النازحين والمستفيدين كما أسقطت المهرة والسقطرة من قوائم المحافظات المستحقة للمساعدات وتجاهلت خطط وبرامج جانب الحكومي فيما يخص مشروعات التنمية المستدامة أين تذهب المساعدات الإنسانية؟ ما حجمها؟ وكيف توزع؟ أسئلة لم تجد لها إجابات منذ سنوات واستخلافات بين الحكومة والأمم المتحدة بشانها نهاية يناير 2023 اعترضت الحكومة اليمنية على خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وبحسب مصادر حكومية لوسائل إعلام إقليمية فإن اليمن استندت في اعتراضها على الأرقام غير الدقيقة لأعداد النازحين والمستفيدين الأكثر خطورة بالنسبة للجانب الحكومي هو طريقة توزيع النسب بين الحكومة والحثيين فوفق إفادة المصادر الحكومية للشرق الأوسط اعتمدت الأمم المتحدة 75% من المساعدات لمناطق خاضعة للحثيين مع أن الكتلة الأكبر موجودة في مناطق الحكومة التي منحت 25% مع ملاحظة أن مأرب لوحدها تحتوي أكثر من 60% من النزوح المحلي لا يقتصر الاعتراض الحكومي على النسب غير العادلة والأرقام غير الدقيقة بل يتجاوزه إلى اتهام الأمم المتحدة بعدم تسليم بيانات المستفيدين للحكومة رغم تسليمها للحثيين الذين سمح لهم بإجراء عملية المسحب المصمى لنحو 40 ألف مستفيد بالتزامن مع الخلاف القائم بين الحكومة والأمم المتحدة نشب خلاف ثاني بين الأخيرة والسلطة المحلية بمارب حول قوائم المستحقين للمساعدات حيث اتهمت وحدة المخيمات في المحافظة برنامج الغذاء العالمي بالامتناء عن توزيع الدفعتين السابعة والثامنة مؤكدة أن نحو 56 ألف أسرة في أمس الحاجة للمعونة الغذائية فيما هو واضح فإن ملف المساعدات الإنسانية الدولي يعتريه الكثير من الغموض حول حجم المساعدات المالية وآلية التوزيع وعدم الشفافية في نسبها إلا أن المؤكد أن الاحتياج للمساعدات يتوسع بالتوازي مع اتساع مساحة الفقر والجوع والحرمان في السياق أعلنت قطر تقديم دعم بمبلغ نصف مليون دولار لمنظمة الهجرة الدولية لتمكينها من مساعدة الأسر الأكثر تضرورا من الأزمة الإنسانية في اليمن وبحسب وكالة الأنباء القطرية فإن هذا التمويل سيمد الأسر الضعيفة في محافظات مأرب ولحج وحضر موت ومناطق الساحل الغربي في الحديدة وجنوب تعز بوسائل سريعة لتحسين ظروفهم المعاشية ويسمح لهم بتلبية احتياجاتهم وأوضحت إيمان عريقات رئيس بعثة منظمة الهجرة في قطر أن التمويل الجديد من شاني تحسين الظروف المعاشية للفئات الضعيفة في اليمن وسيستفيد منه آلاف الأفراد المتضررين من الأزمة وأسرهم عسكريا قصفت ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية ومواقع قوات الجيش شمال وغرب مدينة تعز وقال مظل عسكريا الميليشيا استهدفت بقذائف الدبابات والمدفعية والهونات الأحياء السكنية ومواقع القوات الحكومية في محيط الدفاع وجبلهان ووادي حذران وأشار إلى أن قوات الجيش ردت على مصادر النيران الحوثية دون مزيد من التفاصيل أدوى منذ مطلع العام الجاري ساعدت ميليشيا الحوثي من هجماتها ضد المدنيين ومواقع قوات الجيش رغم جهود إعادة أحياء الغدنة التي انتهت مطلع شهر أكتوبر الماضي أطلعت السلطة المحلية في مارب المنظمات الإنسانية العاملة على خطة المحافظة للتعافي وإعادة الإعمار والاحتياجات الإنسانية خلال خمسة أعواح وقال نائب مدير مكتب التخطيط بالمحافظة عبد الفتاح الطفاف أن الخطة تضم 1735 مشروعا لفتا إلى ضرورة الترتيب العقد مؤتمر إنساني لكشف واستعراض التأثيرات والمآسي التي يقاسيها النازحون وأكد اللقاء ضرورة تشكيل لجنة مناصرة من السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني لتسويق الخطة وتحديثها وفق المراحل وحجد الدعم والتمويل لتنفيذها كما شند على أهمية الإصراع في التهيئة لعقد مؤتمر إنساني عام لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في مأرب والاحتياجات التي تضمنتها الخطة المقدمة في الأثناء أفادت وحدة النازحين في مأرب بأن برنامج الغذاء العالمي بدأ صرف الحصص المقدمة للنازحين بعد أشهر من تاخيرها وكان البرنامج الأممي قد أعلن يوم أمس في بلاغ صحفي توصله إلى تفاهم مع سلطة المحلية بخصوص الشروع الوشيك بعملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بدورة التوزيع السابعة على المحتاجين في المحافظة وأتاتي تصريحات البرنامج بعد أيام من اتهام وحدة النازحين له بالامتناع عن صرف المعونات الغذائية دون مبرر رغم وجودها في المخازن منذ ديسمبر الماضي وأشرت الوحدة التنفيذية إلى أن أكثر من 56761 أسرة نازحة في احتياج ملح للغذاء في موضوع آخر قتل ثلاثة أشخاص بقصف لطائرة من دون طيار استهدفت سيارتهم بوادي عبيدة شرقية محافظة مال وقالت مصادر محلية نغارة نفذتها طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارة أثناء وقوفها بالقرب من محطة للوقود في منطقة الصمدة بوادي عبيدة وأضافت أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى مقتل من في السيارة على الفور بدورها تناقلت وسائل إعلام محلية أن من بين القتلى القياد في تنظيم القاعدة حسان الحضرمي الذي ينشط في صنع العبوات الناسفة والمتفجرات ولم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات اليمنية أو الأمريكية بشأن هذه الغارة كما لم يصدر نفي أو تأكيد من قبل تنظيم القاعدة وللمزيد من التفاصيل معنا من مأرب مرسلنا علي الجرادي مرحبا بك علي علي ماذا لديك من التفاصيل حول حادثة استهداف طائرة من دون طيار لسيارة في محافظة مأرب هل تم الذهاب إلى الموقع وتحدث مع شهود عيان ماذا لديك من تفاصيل في الحقيقة أنا لا أنباء حتى الآن أو جديد فيما يخص طائرة من دون طيار التي استهدفت ثلاثة أشخاص كانوا على مسل السيارة بمقديرية الوادي شرق مدينة مأرب السلطات الرسمية حاولنا التواصل معهم ولكن كان هناك تهرب في الإجابة لم يوضحوا ملابسة هذه الحادثة وهل هي طائرة من دون طيار ظلت السلطات المحلية في مأرب متحطبة عن هذا الأمر ولكن هناك من يتحدث وهناك مراتبون أيضا يقولون بأن سماء مأرب لا تتوقف فيها طائرات أمريكية من دون طيار وخلال الفترات الماضية تم استهداف أكثر من عملية استهداف لسيارات ولأشخاص يعتقد امتماعهم لسنظيم القاعدة خصوصا وأن المناطق الشرقية من اليمن تحديدا الزام المأرب والبيضاء وشبوى يعتقد تواجد أشخاص من القاعدة بشكل كبير وانتشار هذا التنظيم في هذه المناطق وهذه الغارة ليست الأولى التي استهدفت فيها مواطنين في مديرية الوادي قبل تقريبا ثلاثة أشهر كان هناك عملية مماثلة تحديدا في منطقة أو في سوق ابن معيلي حيث استهدفت طائرة بدون طيار يعتقد أنها انجيكية استهدفت أحد القادة السابعين لتنظيم القاعدة وفقا للمعلومات والمصادر المحلية كان هذا القاعد متواجدا في إحدى اللوكندات أو الاستراحات تم استهدف هذا شخص وقتل على إثر تلك الغارة اليوم تتكرر نفس الحادثة وحتى اللحظة لا يوجد أي توضيحات مثل السلطات سواء رسمية في مأرب أو حتى الجانب الحكومي ولكن هناك أيضا من يقول بأن هذه الغارات أو الطيران الإمريكي المتواجد في سنة محافظة مأرب باستمرار هو بالتنسيق مع الحكومة الشرعية وأيضا مع التحالق العربي وقبل أن تكون التحالق العربي كان هذا التنسيق مسبق منذ الحكومة المتعاقدة مع السلطات المحلية والسلطات الإمريكية شكرا جزيلا لك علي الجرادي مرسلنا في مأرب اعتقلت ميليشيا الحوثي الشيخ القابلي زيد علي الشامي في مدرية حفاش بمحافظة المحوي مصادر محلية قالت أن الميليشيا دهمت قرية جاهم بمنطقة بن مأمون وأطلقت النار على القرية بشكل عشوائي مخالفة الرعب في أوساط المدنيين بذريعة البحث عن مطلوب أمني المصادر أشارت لأن حملة الميليشيا تراجعت إثر وساطة قبلية أقنعت الشامي بالذهاب إلى مقر إدارة الأمن بالمحافظة لحل الخلاف مع المشرف الأمني الحوثي لأنه تم اعتقال الشامي عقب وصوله إلى إدارة الأمن هذا وتعيش المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي حالة من القمع والإنفلات الأمني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان على يد الميليشيا شنت ميليشيا الحوثي في إب حملة انتهاكات استهدفت منطقة في مدرية حزم العدين واختطفت عددا من المواطنين وقالت مصادر محلية أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي اقتحموا منطقة لبعون وداهموا منزأ منازل تابعة لأقارب القيادي علي عبدالله البعني الذي قتل برصاص مسلحين مطلع سبتمبر الماضي وبحسب المصادر فإن الميليشيا خطفت أبناء وأقارب البعني كما روعت النساء والأطفال داخل منازلهم دون أسباب واضحة تواصل ميليشيا الحوثي حملة تقييد ممنهجة ضد النساء في مناطق سيطرتها حيث فرضت معايير صارمة على محلات بيع العبايات النسائية بدلا من توحيد الشكل الذي أثار ردد فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت اللائحة المعممة على ملاك المحلات عمل تصاميم محتشمة ومنع الربطات أو الأحزمة ولبس الخمار في جميع وحدات الدولة والوضعيات العامة والخاصة معايير جديدة تفرضها ميليشيا الحوثي على لبس المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرتها استمرارا منها في انتهاك حقوقها وتقييد حريتها ففي الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون من وضع اقتصادي صعب جراء انقطاع المرتبات وتردي الخدمات وانتشار الفساد بشكل مزرن تذهب الميليشيا للبحث عن قضايا بعيدة عن احتياجات الناس في أحدث إجراء قمعي أصدرت الميليشيا تعميما لجميع محلات بيع العباءات تحت شعار معايير الزي المحتشم حفاظا على الهوية الإيمانية ومراعاة لما أسمتها بالهوية اليمنية القرار وضع اشتراطات عدة على لبس المرأة خارج المنزل محددا تصميمه ولونه كما عمم لبس الخمار في جميع وحدات الدولة والوضعية العامة والخاصة على أن يغطي الرأس إلى الوسط ومنع استخدام أي لون غير الأسود القاتم في تفصيل العباءة قابلت كثير من اليمنيات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار بحملة إلكترونية مضادة تحت وسم الهوية اليمنية التي تبرز حرية اختيار لبس المرأة تعميم الميليشيا هذا جاء بعد أشهر من منع سفر المرأة دون محرم وهو ما دفع الكثيرين إلى مطالبة الميليشيا بدفع المرتبات وتحسين وضع المواطن بدلا من التدخل في شؤون المرأة التي تعيش في واحدة من أصعب البلدان في العالم للنساء وفق وصف نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليس أكدت مصادر عسكرية مطالعة أن قوات درع الوطن المنشأة حديثا ستنتشر في ودي حضرموت إضافة إلى محافظة لحج والضالع وأبيان ووفق المصادر فإن ثلاثة ألوية من هذه القوات تمركز مناطق متفرقة من محافظة لحج مما فيها لواء في قاعدة العند كما يوجد لواء في محافظة الضالع وآخر في عدن وثالث في أبيان إضافة إلى ألوية ستتشكل في وادي حضرموت ولفتت المصادر إلى أن هذه الألوية سبق وأن تلقت دعما عسكريا سعوديا كبيرا بما في ذلك عشرات المركبات العسكرية والأسلحة من العيارات المتوسطة والخفيفة بالإضافة إلى دعم ماليا مستمر وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أصدر قرارين بإنشاء وحدات عسكرية تحت مسمى قوات درع الوطن كقوات احتياط لقائد القوات المسلحة وتعين قائد لها وفي الوقت الذي تكتب المناطق المحررة بالتشكلات العسكرية والأمنية غير النظامية وعجز الحكومة عن إعادة هيكلتها ودمجها ذهب رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إلى إنشاء قوة عسكرية جديدة بتمويل سعودي تحت مسمى درع الوطن هذه القوات المعلنة على أن تكون احتياط القائد الأعلى للقوات المسلحة كما جاء في نص القرار تضاف إلى قائمة التشكيلات المنشأة وفق صراع النفوذ العسكري بين الرياض وأبوظبي ما يضاعف من خطر إرباك المشهد العسكري والأمني في مناطق الشرعية في الوقت الذي تنتظر فيه العاصمة المؤقتة عدا تهيئة الأجواء لعودة عمل المؤسسات الحكومية ووضع حلول للوضع الاقتصادي الصعب يظهر أن المدينة ذاهبة إلى مزيد من التعقيد عقب قرار المجلس الرئاسي إنشاء فصيل جديد تحت مسمى قوات درع الوطن القوات التي تحظى بدعم سعودي ويراد لها إلى جانب قوات العمالقة السيطرة على مناطق أو السعاجة نوب البلاد مقابل تحجيم دور الانتقالي تنذر بمزيد من التصعيد في العاصمة المؤقتة مراقبون يرون أن ظهور هذه القوات والتي من المقرر أن تنتشر في العند والضالع ووادي حضرموت يرسل إشارات واضحة بشأن رغبة السعودية في تحرير تدخلها العسكري من الشراكة العسكرية والأمنية مع الإمارات التي تدير المشهد في الجنوب عبر أدواتها العسكرية المحلية وبدلا من أن يكون رئيس مجلس القيادة حريصا على توحيد المكونات العسكرية عن طريق تفعيل عمل اللجنة العسكرية المشكلة ذهب بعيدا نحو تشكيل قوات تابعة له بتمويل سعودي ولخدمة الأجندة السعودية إذن لمؤشرات على تطبيع الحياة المدنية في العاصمة المؤقتة عدن في ظل حالة التحشيد واستمرار تجاهل توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية والتي كانت واحدة من أهم الأهداف التي من أجلها تم تأسيس المجلس الرئاسي وعدت اللجنة الوطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت قيادات حزب الإصلاح ومقراته وأنشطته بساحل حضرمات جاء ذلك خلال زيارة أجرتها اللجنة لمقر حزب الإصلاح في المكلة والتقت قلالها بعدد من القيادات واستمع الفريق إلى جملة من الانتهاكات التي تعرض لها بعض قيادات الحزب ومنتسبيه ومقراته منها اعتقال محمد بلطيف وأحمد المرشدي وعوض الدقيل على خلفية أنشطتهم السلمية ووعدت اللجنة بأن تولي هذه الانتهاكات جل اهتمامها ومتابعتها لدى الجهات المعنية وأن تدرجها ضمن تقاريرها القادمة في السيق ذاته نفذت اللجنة الوطنية لتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولا ميدانيا إلى السجن المركزي ومركز احتجاز المحث الجنائي في مدينة المكلة واطلعت على أوضاع 680 محتجزا وسجينا واحتياجاتهم القانونية وسائل النظافة الشخصية والعامة وتقييم مستوى الخدمات الصحية والغذائية المكفولة في المواثيق الدولية والوطنية اللجنة دونت مطالب النزلاء القانونية وأهمها التسريع بعملية التقاضي وتوفير المحاكمات العادلة وتنفيذ أوامر الإفراج بحق عدد من المحتجزين وأحاجة عدد من السجناء إلى العلاج في حضر موت أيضا ناشد موظفو البنك المركزي اليمني فرع المكلة السلطة المحلية بسرعة صرف استماراتهم بمخطط الغليلة المعمد والمقدم من هيئة الأراضي قبل 18 عاما وقال نائب رئيس نقابة موظفي البنك فهد باض الله عن الجهات المعنية لم تصرف استماراتهم منذ العام 2005 تحت حجج واهية من جهته اتهم رئيس نقابة البنك أحمد دحدح بعض المتنفذين بمحاولة السطو على الموقع نتجة تأخر العقار في صرف الاستمارات الخاصة به وتواعد دحدح بالتصعيد في حال عدم تجاوب الجهات المعنية محطرا من دخول المحافظة في شلل تام إذا أتفاقم المشكلة حد قوله نحن الآن في منطقة الغليلة موظفين البنك المركزي نقابة البنك المركزي مخطط البنك من 2005 يا محافظ يا محافظ وكل من يهموا الأمر في المحافظة وهذا مخطط حق موظفين من 2005 وفي ناس بعد من الدوائر حكومية صرفوا استماراتهم والأشغال صرفت حقهم وموظفين البنك المركزي حد الآن لم يوجد حاجة المخطط يقولون أننا نحن معمد وجاهز ولما دلحين في كذب في كذب من 2005 قريب عشرين سنة نحن في اللجنة النقابية في البنك المركزي بمحافظة حضرموت واليوم نحن في داخل موقعنا المخطط في منطقة الغليلة طبعا هذا المخطط مصروف للبنك المركزي بصورة رسمية منذ 2005 إلى اليوم ولدينا جميع المستمدات الرسمية من الجهات المقتصة بالمحافظة بجميعها بحقيتنا للموقع والموقع كامل مركن وفق المخطط اللي هون من الجهة المقتصة اللي هي العام الأراضي والمساحة إذن وللمزيد من محافظة حضرموت معنا مراسلنا من هناك محمد لو نبدأ بزيارة اللجنة الوطنية للسجون وفي أي إطار تأتي في البداية يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا محمد عمر ربما نحاول الاتصال به إذا محافظة لاحظة حيث افتتح المحافظة اللواء أحمد عبد الله تركي مركز الهلال الصحي التابع لجمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة وفي الافتتاح أكد المحافظة أن المركز سيخفف الكثير من معاناة المواطنين في الجانب الصحي حيث سيقدم خدمات في العديد من الأقسام بينها المختبر والصيدلة المجانية إضافة إلى قسم التغمية ويهدف إنشاء المركز الصحي إلى تقديم رعاية الصحية والإنسانية للمجتمعات المتضررة والفئات الأكثر ضعفا وذلك بهدف ضمان حصولهم على الخدمات تم تلاح مركز الصحي في المحلة تابع المدعوم من الصليب الهلال الأحمر الدولي بالفعل سررنا هذا اليوم بافتتاح هذا المركز الذي رأينا فيه الكثير من الترتيب والتنظيم والخدمات الذي يقدمها للفئات الأكثر تضرراً والمحتاجين في هذه المنطقة بالفعل هذا تضاف خدمة جديدة إلى الخدمات الصحية في المحافظة بالذات في هذه المنطقة التي لا يتواجد فيها أي خدمة ونحن نشجع ذلك ونقف إلى جانب هذا العمل وندعو الأخوة في المنظمات وفي الجلال الأحمر الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لتقديم خدمات متكاملة للفئات الأكثر تضرراً والقير قادرين على الدفع نبه المركز اليمني للأرصاد الجوية نبه الصيادين جنوبية البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج وقال المركز أنه يتوقع رياحاً نشطة إلى شديدة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب كما توقع أجواء بردة في أغلب المحافظات الجبلية والصحراوية وحذر المواطنون والمزارعين في المناطق الباردة وكذلك المسافرين إليها بأخذ الأحتياطات اللازمة للاحتماء من مخاطر الطقس يشكو أهالي قرية الضرائمة بمدرية المواسط في ريف تعز من الانزلاقات الصخرية التي تهدد مساكنهم وحياة أسرهم وأضحى 35 منزلاً يقتنها 160 نسمة مهددة بالانهيار إثر التشققات بصورة المستمرة ما دفع الأهالي ليطلق منشدة للجهات الحكومية لمساعدتهم في التخلص من هذه الكارثة بدأت الكارثة تتسلل إلى قرية الضرائمة بمدرية المواسط في ريف تعز قبل عقد ونصف عندما ظهرت تشققات وانزلاقات في المنحدر الصخري المطل على القرية وهو ما أثار حالة من القلق نتيجة الخطر المحدقي بمنازلهم نحن الآن منتظرين المعالجات ومنتظرين قضاء الله سبحانه وتعالى الذي قد يحل نبينا بأي لحظة بناء على التقرير القروجي الذي يعني وافان به التقرير القروجي وكبالك من المهندس السلطة المحلية بأن الوقت خطر جداً وإنه لا بد للسكان أن يغادروا بيوتهم لكن إلى أين بات قرابة خمسة وثلاثين منزلاً مهدداً بالإنهيار بعد أن تفاقمت الأضرار وسقط بعضها نتيجة التشققات وانزياح بعض الطوابق الأرضية وبصورة مستمرة إذ أضحت حياة مائة وستين نسمة في خطر خاصة مع غزارة مواسم الأمطار وهالليلة من اللالي أني راقت بوق القاعدة والقصة ذاك والجفال قرحة كو وقال ظهري وأقوم أضربت لك أدور وهن إذا يقق القص وأقول لهون والباب يا بني قهوله سنتين ما يتقفلش السنة ذا اللذاذة لإنهار هذا بعض اللالي بعض اللالي أسمع مثل لو كسر عيداً يعني يتقارح قس قس أقول له إيش لو كسر حطب براء الساعة نعج بالليل واحدة فظاهر أنه نتيجة الهبوط أنه الصخرى يعني إيش تتكسر نتيجة أنه في تقويف أو أنه حصل بركان قديم الزمان وحاقة يعني الآن المنطقة هاش المنطقة هاش لم يجري إخلاء المنازل الواقعة في المنحدر ولم يتخذ الأهالي أي تدابير إيزاء ما يحدث هنا بينما تظل الجهات المعنية في غياب تام ولم تقم بدورها تجاه المنطقة وسكانها يترقب أهالي القرية مصير الإنزلاقات المهددة لحياتهم حيث يطلقون معها مناشدات للجهات الحكومية والمنظمات الدولية للمساهمة بوضع حلول عاجلة تقلل من حجم أضرار كارثة وشيكة جراء التقلبات الطبيعية إبراهيم سعيد قناة بالقيس تعز وينضم إلينا من تعز مراسلون إبراهيم سعيد إبراهيم إذن هناك انزلاقات سخرية على أهالي قرية الضرائمة ما مدى خطورة هذه الانزلاقات على المواطنين وأثرها على حياتهم ومنازل في هذه اللحظة نعم سالم الوضع خطير جدا ويوحي بوقوع كارثة إنسانية قد يتعرض لها أبناء المنطقة حياة المواطن سالم هنا مؤردة للإنهيار ومشكلة تزداد تفاقما جراء التشققات والانزلاقات الحاصلة في القبل المطل كما شاهدنا في التقرير على المنازل والذي أيضا تسبب في إحداث تصدعات وتشققات على منازلهم إبراهيم سعيد إبراهيم هل تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلنا إبراهيم سعيد من محافظة تعز شكرا جزيلا لك نهاية المشاو هذا التذكير بالعنام سفراء الاتحاد الأوروبي يشددون على أهمية تجديد وتوسيع الهدنة الأممية في اليمن ميليشي الخصي تقصف الأحياء السكنية ومواقع قوات الجيش وشمال وغرب مدينة تعز الحكومة تتعرض أو تعترض على قطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة وتطالب بإعادة النظر فيها برنامج الغذاء يستنف عملية توزيع المساعدات للنازحين في مأرب بعد أشهر من تأخيرها وللمزيد من الأخبار زر مقاعدة على الإنترنت بالفيزيو تي بي وصفحاتين على مواقع التواصل الاجتماعي نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على رأس الساعة في أمان الله في أمان الله اشتركوا في القناة